منذ لحظاته تركي الخبر الجاي للأهلي ده خبر مهم جدا مارس الكولار ده مدير الفني للنادي الأهلي مش راضي تماما عن مستوى إمام عشور في الفترة الأخيرة مع الفريق مارس الكولار شايف إن إمام عشور مش بيتدرب بشكل كويس ويبلغ ده لإدارة نادي الأهلي وقال لهم إنه مش راضي عن المستوى اللي بيقدمه إمام عشور في الفترة الأخيرة ومارس الكولار قال لإمام عشور إنه ممكن يستبعده من المباريات في الفترة اللي جاية لو مالتزمش الجدية في التدريبات وفي المباريات الفترة اللي جاية إمام عشور لاعب رائع جدا واحد من أفضل لاعب الوسط في مصر إن لم يكن أفضلهم في مركز رقم 8 محتاج طول الوقت يبقى عنده ثبات في المستوى وفي الالتزام وفي العقلية محتاج شوية أمور وتفاصيل صغيرة جدا كل ما يبدأ يمسك زي ما يقوله بتوعكولة كده يمسك النيلة كل ما يجي يمسكها دوح سيبة ما أنت خلاص مسكت فيها أهو إثبت إبدع ثبت مكانك وفيه كاس نقوم الأفريقية ولازم الراجل الراجل روي فيتوريا أنت تحديدا لازم يشوفك في المباريات الأخيرة مع النادي الأهلي متقلق ومبدع متقلق ومبدع عشان ياخدك عشان يعني يتسامح مع آخر موقف أنت عملته في تدريبات المنتخب هو أصلاً إمام كان مستبع من المنتخب بسبب يعني أنه ما كانتش عنده جداية في التدريبات يعني نفس المشكلة طول الوقت إحنا نساند وندعم اللعبين اللي زي إمام عشور بس محتاجين هم اللي زي إمام عشور يعني يدعموا نفسهم عشان مشوار ما يتعطلش بدون داع يعني وإنت نجم لعب كبير بلاش نجم لعب كبير مميز موهوب جاكي